الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه الحديث عن أي إنسان آخر فهو حديث عن الإنسان الذي زكى الله عز وجل صدره فقال ألم نشرح لك صدرك؟ وهو حديث عن الإنسان الذي زكى الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغاه وهو حديث عن الإنسان الذي زكى الله عز وجل عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غواه وهو حديث عن الإنسان الذي زكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وهو حديث عن الإنسان الوحيد الذي أقسم الله عز وجل بحياته ولا يقسم الله إلا بعظيم قال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وهو حديث عن الإنسان الذي زكاه الله عز وجل كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس بهذا إلا على أجهل الجاهلين ومن الأمور التي لا تخفى على كل قارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وضوح حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال القائل من يقرأ حياة محمد يشعر أن بيته كان من زجاج ويقول آخر كأن محمدا كان يعيش تحت قرص الشمس ويقول المؤرخ الفرنسي غوستوف لوبون نعرف ما فيه الكفاية عن حياة محمد أما حياة المسيح فمجهولة تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر الناظر إلى سيرته سيجد أن كل هذه الحياة مثال ونموذج للصدق من جماليات صدقه صلى الله عليه وسلم أن أول دليل استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة حين واجه قومه بالرسالة شهرته صلى الله عليه وسلم السابقة بالصدق عندما جمع الناس في الجبل جبل الصفا والمروى ونادى وخص وعمى في النداء فقال يا أيها الناس أرأيتم لو أخبرتكم أن في سفح هذا الوادي جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي أكنتم مصدقي فقالوا جميعا بصوت واحد قالوا ما جربنا عليك إلا صدقاه قل لي بربك إن كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة بأن تكون دليلا على نبوته قبل نزول الوحي وقبل أن يخلو بجبريل وقبل أن يعرج به إلى السماء فيرى من آيات ربه الكبرى كيف ستكون دلالة هذه السيرة بعد حرصول هذه الأحداث الكبيرة في حياته من جماليات صدقه صلى الله عليه وسلم استواء سره وعلنه سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرين بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان كل أمره عجبا كان كل أمره عجبا صلى الله عليه وسلم قالت وأعجب ما رأيت أنه دخل علي في ليلتي فاضطجع فمس جلده جلدي فقال يا عائشة أتأذنين أن أعبد ربي؟ أتأذنين أن أعبد ربي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها إني يا رسول الله أحب قربك وأحب هواك أي أني أأذن ليس رغبة عنك ولكن حبا بما تحب تقول فتوضأه ثم قام يصلي فقرأه حتى اخضلت لحيته من البكاء تقول ثم سجد فبكى وبكى حتى بل الأرض حتى بل الأرض أيكون إنسان من الكاذبين ويخشع ويتذلل لله عز وجل إلى هذه الحالة ولا يكون صادقا سئلت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرين عن سر رسول الله كأن السائل يقول نحن نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم في السوق وفي المسجد وفي المجالس والأماكن العامة لكن هناك جانب نريد أن نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جانب السر أخبرين عن سر رسول الله فقالت لتلخص هذا الصدق بقولها كان سره وعلانيته سواء صلى الله عليه وسلم من جماليات صدقه صلى الله عليه وسلم أنه كان زاهدا في الدنيا متقللا منها على الرغم من أنها جاءت عند قدمه لكنه أبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يرتفع عليها قال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم وهو يلتوي من الجوع وهو يلتوي من الجوع وهو الذي عرض عليه الملك والمال في مكة وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما شبعه آل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام مضقد من المدينة ومن جماليات صدقه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينكر المنكر حتى لو كان بإمكانه أو لو كان مع أن هذه المواقف التي ربما تكون كان بإمكانه أن يستفيد منها لصالحه لكنه حاشاه أن يقبل لنفسه بالكذب وهو المعروف بالصدق والأمانة قبل النبوة في يوم من الأيام السعيدة في المدينة كان يوم عرس وكان الجاريات البنات الصغيرات يغنين فرح بهذا اليوم بذكرى شهداء المسلمين فقالت جارية فيما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد فهل تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الكلمة بحجة أن هذه بنت صغيرة ما قالت هذه الكلمة إلا لأنها تعظم مقام النبوة أو اليوم عرس قال عليه الصلاة والسلام مباشرة لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين وفي اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على وفاة ابنه فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق على نفسه الباب ويبكي على وفاة ابنه وطالما أنه لم يأمر الناس بهذا القول ولم يدعي هذا الإدعاء فيكفي أن يتركها الناس لكنه صلى الله عليه وسلم والله لو كان الصدق مخير بأن يختار من الناس أحدا لما جاز له إلا أن يختار أن يتمثل بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم فيتجاسر على آلامه ويصعد المنبر ويقول أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا فافزعوا إلى الصلاة هذه بعض الجماليات من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فحياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها شاهد على صدق هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم أحسن العمل أزاكم على خير على حسن الاستماع والحمد لله رب العالمين وندعو فضيرة الشيخ عبدالله ليواصل المحاضرة ترجمة نانسي قنقر